اشتركوا في القناة هناك الكثير منكم لم يشاهدها وأتت لي الكثير من التساؤلات حول الدروس المحذوفة سأعيد شرحها في هذا الفيديو إن شاء الله نبدأ بأول مقطع وهو الخاص بالقيم الإنسانية قاموا بحذف نص ودرسين النص الأول هو التعاوني المدرسي المحذوف لدينا أيضا حذف درس الصيغة الذي هو لأنى ودرس الجملة الإسمية وأركنها المقطع الثاني الخاص بالحياة الاجتماعية قاموا بحذف نص من أشرف المهن وحذفوا درس صيغة لكنة وحذفوا إعراب الأفعال الخمسة رغم أنني قدمت هذا الدرس إعراب الأفعال الخمسة في القناة وقدمته أيضا في القسم لأنني كما أرى هو مهم جدا وكما ترون أيضا قاموا بحذف درس المجرد والمزيد إلى المقطع الثالث الآن والذي هو خاص بالهوية الوطنية قاموا بحذف نص القراءة والذي هو تكفر ناس يتحدث بعد نص القراءة قاموا أيضا بحذف دروس أخرى في هذا المقطع وهو درس الصيغة الذي هو قد قاموا بحذف درس إعراب الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل وقاموا أيضا بحذف درس الفعل الثلاثي لمزيد بحرف إلى المقطع الرابع وهو الخاص بالتنمية المستدامة قاموا بحذف نص القراءة الذي هو سير الحياة قاموا بحذف بما أنه قاموا بحذف درس إعراب الأسماء الخمسة مع جمعة تكسير وإعرابه وهنا أيضا درس جمعة تكسير وإعرابه حتى إن لم يقدم على شكل درس أنصح المعلمين بتقديمه على شكل تمارينات على الأقل وحذفوا أيضا المصدر من الثلاثي لمزيد بحرف إلى المقطع الخامس الآن والذي يخص الصحة والتغذية قاموا بحذف نص القراءة الذي هو ممنوع الدخول قاموا بحذف درس صيغة إذن وأيضا قاموا بحذف إعراب المثنى وقاموا أيضا بحذف اسم الفاعل واسم المفعول المقطع السادس والذي هو خاص بعالم العلوم والاكتشاف قاموا بحذف نص القراءة الروبوت المشاغب قاموا بحذف صيغة لكي قاموا بحذف الاستثناء بلا غيره وسوى وقاموا بحذف تصريف الفعل الماضي المبني للمجهول إلى المقطع السابع وهو خاص بقصص وحكاية من التراث قاموا بحذف نص القراءة الذي هو عزة ومعزوزة قاموا بحذف صيغة أظنه قاموا بحذف الفعل اللازم والفعل المتعدي وقاموا أيضا بحذف درس التصريف الفعل المضارع المبني للمجهول أما فيما يخص المقطع الثامن والآخر والخص بالأصفار والرحالات قاموا بحذف نص القراءة الذي هو حكا بن بطوطة وأيضا قاموا بحذف الدرس الفعل ومصدره إذن هذا كل ما يخص الدروس المحذوفة في اللغة العربية للسنة الخميسة ابتدائي ولكن كنصيحة أقدمها لنفسي أولا ولإخواني وزملائي المعلمين أن هناك ما يسمى بالحرية البداغوجية المسؤولة ما معنى ذلك؟ معنى أن المعلم يمكن أن يتدخل في مثل هذه المخططات الاستثنائية مثلا بزيادة بعض الدروس التي يراها مهمة جدا فمثلا هنا سأعطي لكم مثال درس المثنى وإعرابه أنا أرى بأنه درس مهم على التلميذ أن يتعرف عليه لأنه إن لم يحتاجه التلميذ في الإعراب أكيد سوف يحتاجه في التحويلات فيجب أن يعلم التلميذ على ما ترفع ونصب وجر المثنى وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو إلى الملتقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته